كشف نائب رئيس حكومة إقليم كلدستان قوبا طالباني عن فساد رؤساء لجان تم تشكيلها لملاحقة الفاسدين لافتني لأن إجراءات ملاحقة الفاسدين في الإقليم اقتصرت على الموظفين الصغار هيئة النزاهة لا تستطيع أن تحارب الفساد بمفردها وشكلنا في الإقليم لجان لملاحقة الفاسدين لكننا اكتشفنا أن رؤساء هذه اللجان فاسدون أيضا وأن إجراءات ملاحقة الفاسدين في الإقليم اقتصرت على المسؤولين في الأوساط الدنيا من معاونين مدراء والموظفين العاديين فيما أفلت الكبار من الملاحقات